لو يعني ابعتوا في التعليقات او فيدباك او اي حاجة وقالوا لي في مشكلة في النقطة الفرنية انا هتضح لها. اول حاجة اتكلمنا عنها اتكلمنا عن البيزيكس قلنا ان اي اي بيزيكس اصلا البيزيكس قلنا ان 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 البيز تركز في منطقة اللي هي أدخل حاجة فيه اللي هي مين؟ اللي هي ماسكولار لما يجي يقول لي بلات بيزلس بتاعته الفانكشن بتاعته بتمشي من خلال ايه؟ هقوله من خلال اللي هي ماسكولار دي لان المصر فيها كثير بالكنتراكت والرقس ودوان هو ايه خلال وظيفة بلات بيزلس لان هو بلات بيزلس ممكن ان هو يكنتراكت بس دي وظيفته ان هو يكنتراكت عشان الدم يفضل ماشي بنفس القوة بنفس الاندفاع بعد كده التونيكا اد Vinatishien او التونيكا اكسترنال اللي هي الخارجية او اوضر كوت وده قد اتاوطر حاجة وكان فيها الفازا بازورم والفازا بازورم دي قولنا عليها ميه؟ مثال طبخ سمقي ظلق تمام؟ وديا الرسمة دي برضه بتوضح ان دي التونيكا انتمة وديا دي التونيكا انتمة هو لي مش باب او دي تونيكا انتمة دي تونيكا ميديا دي تونيكا ايد Vinatishien تمام كده؟ بعدp اكلمنا عنه فهي مبكي مبكي بعملاته اتف بعد ذلك قام بśmy مبكي مبك Amb this اتكلمنا عن senki بان اصغر شئ فيها كل شيء كان سن ончرات عن الأولوي توجد ثاني وما فيش أي تشكل فيها غير أن كل شيء كنت فيها ثاني وكان فيها كل شيء من خلال نحن نتضع عنه كان فيه كمقامت من امتما ميديا آدفنتيشيا بالنفس الترتيب الطبيعي ولكن سنتتكلم عن أرتريول إيك أكتر كلمة مميزة لها إن كل شيء كان فيها ثاني أكنه كان بيعيره كما أقوله صلى الله عليه وقد أكون الجيد الميتة أرتريولز دي المكان اللي كان بيتتصل فيه اللي هي المكان اللي هي الأن ترميديد وإننا زودنا عليها أنها ممتازة يحتوي على سفينكتر ويوجد حواليها وهي سيركولار رينج ويوجد حواليها في بداية الكابيري ويوجد تعمل كسفينكتر من خلال كابيري ويوجد تقفل البلاثة اللي ممكن يذهب للكابيرين من خلال السفينكتر أو السيميركتر الدايرة الموجودة حواليها ثم يوجد المسكولار أو الديستربيوتينج أرثي الاسم التالت لها موسيقى ومسكولار رينج يتوصل الدم لكل أجزاجس وأكثر شيئا مميزة فيها قلنا الإنترنا و الإسترنا ووضحين فيها جدا أما هذا المسكولار تقول لها القرنج كاريزما خاصات معينة مثل السريبرال البازلر الأرثري والكورونري أرثري أما هذا المسكولار وهذا المسكولار ودول كانوا مميزين قوي ان هم الاثنين دول يعتبر شبه كده ان اليوم بتاعهم كان ويد والول بتاعهم كان ثك عادي ضد طبيعي ده بس ديك في دي اليوم بتاعها كان ويد والول بتاعها كان ثك عادي طبيعي بتاعها وقلنا ان هي ويد عشان خاطر ان هي بتوصل دم للأجزاء كتيرة زي الأورتة أو كده فبالتالي لازم يكون يكون الله مصري سيدنا يا سعدني محمد يكون ان هو ايه واسع أو كده ولكن في حالة هنا الاسبيشاليز كنا اتكلمنا ان الول بتاعها بيبقى ثن ما بيبقى شتخين على عكس الطبيعي اكدنا كنا اتكلمنا على الفين بس هي مش فين كافت ارتري لان هي اصلا محمية بنفسها وربنا حاطت فيها الانترنت استكلامنا كان بتبقى واضحة ومميزة جدا وويد فولوب ده عشان خاطر تمنع الاكولوجين سواء في البازلر ارتري او الكورونري ارتري تمام جدا ده كده خلصنا الارتريس هنخش بعد كده على الفينز وذي احنا خدنا فيها ايه خدنا الفينيولز وده هو انت صغير للفين اللي هو كان زي ذي ارتريول بالضبط وكان كل حاجة فيه ثن اصلا ويه الاسمول بعد كده خلنا على السمول وميديا بسايز ارتريس وده كان حاجة في النص جدا مبين البناء والله هو صغير او اللي هو كبير اوي ولكن في حالة اللارج بقى ده كان كبير هو مش كبير اوي يعني مش اللي هو اكبر حاجة اصلا بالطبيعي ان هو الليل بتاعه بيبقى ثن ولكن لو نتكلم عن ان هو اكبرهم بالنسبة للمسل والتونك ادفنتيشيا والمحتوى اللي كان موجود فيها وكان امثلة بتاعته المهمة جدا الانفيرور ايه الانفيرور فينا كافة تمام جدا بعد كده المقارنة بين الميديم سايز ده ارتريز والميديم سايز ده فين ودي احنا قلناها قلنا ان الوول هنقولها على السريع كده ان الوول في حالة الارتري الوول ده ثيك اما اليوم النرو وعلى عقسه بقى الفين من عيدي بقى على عقس وفين وفي قد تونيكا ميديا وإنتيما وإنتيما وإنتيما، كوتو خان هو التونيكا إنتيما اَنترولة والإاستكلاب لا موجودين وهول تونيكا ادفنتيشيا بيقول لان ده الحاجة الوحيدة فى الاتري عن الذين وتمنا ميميزينها بي فيه volcanicسurى، وان من cute في حالة الفين فل 55 مش موجودة فى التف改ين وان فزورة موجودة فى الاترين فى الاتري ولكن هي اكتر فى تنة الارتري عن الذين والمسلز الموجودة فيها بتبقى في حالة الأرثري عن الموجودة في الفين تكمم كده تمام بعد كده خلنا تكلمنا عن الكابيرري والنهاية بتتكون من ثلاث حاجات أساسية اللي هي اندوسيليل سيل وي البازلر اليومن وي كمان البيريسايت اندوسيليل دي والبيريسايت اللي اتنين دول كانوا ميزون قايمة للإن أورجين تمام والبيزل لامنا دي اللي كانت بتفصل الاندوسيليم هنا عن مين عن البيريسايت من فوقه كان فيها مكان بيحصل فيها دفكت فكانت الاندوسيليل هنا بتقدر توصل الاندوسيليل بعد كده تكلمنا عن طيب سوف الكابيرري وقلنا ان هم 4 طيب لإما كونتينواز اللي هي السوماتيك كانت تبقى موجودة فين قلنا أهم حتى نعرف عنها اللي هي وصفها وكمان ان هي موجودة فين كونتينواز أو السوماتيك دي بتبقى مستمرة بيفهاش أي فينستريشا وإن هي كان بتبقى موجودة سميتها سوماتيك لإنها كانت تبقى موجودة في المصر أما الفينستريايت Only Historic감을 كابيرري كانت بيشار بيشار في الاندوسيليل تمام تمام جدا بعد كده فنستريتنج وزاوة الديفراجم دي كانت موجودة في الرينا الاتبيول وكان فيها فنستريتنج وما فيهاش الديفراجم وكان فيها بيزا لمنع كبيرة ولكن في حدث سيناصوليد دي كانت مقطعها وفيه جارز بين الاندوسين اليالسل وما كانش فيها بيري سايتس على عكس اللي فاتوا ولكن كان فيها مثلا ما كان ايه ما يكره فيهاش بغيره تمام تمام جدا بعد كده نحل بقى كام سؤال ويبقى كده ايه؟ عملنا تشيك سريع على المحاضرة بيقول لي زالي في القفل بيحصل فيها اكس اكشانج اكشانج الغازات ايش عارفها الحروف طالت ليه؟ الاخس اكشانج الغازات ده كان بيحصل فين؟ قال لي كان بيحصل في الكابيري تمام لان المكان اصلا بيستمر في الدم شوية هو بيأي من الارتري يرتاح شوية في الكابيري يحصل فيها جهاز اكشانج وبعدين يرد بالدم الغير مؤكسش تمام؟ يبقى الكابيري السؤال اللي بعده سيمبل اسكويمس ابثيليم ذات لاين البلاد فيزل السيمبل اسكويمس ابثيليم اللي هو نفسه اندوسيليل صح؟ شاطرين اللي كان بيبقى موجود في التونيكا مين؟ تونيكا انتما؟ شاطرين برضو بعد كده قال لي اني which of the following is a distinct structure of the structure found special line especially موجود في الليبر وموجود في الليسبلين وموجود في البوم مارو خدتوا لكم لما انا قلت لكم تكروها سينوسويدل يبقى موجودة في الليسبلين L يبقى موجودة في الليبر B يبقى موجودة في البوم مارو وكمان زودنا عليها الاندوكراينجلاند اللي كانت موجودة بس في اتنين والتانية اللي كانت موجودة في التانية يبقى الإجابة هنا تبقى C بعد كده بيقول لي ايه هي اللير من البلات فيزلز اللي لها اللي علاقة بالفانكشن بتاعت البلات فيزلز فانكشن فانكشن نقلينها في النقطة دي هنحاول نفسرها تمام يلا نبدأ اول سؤال السؤال الاول بيقول زى ميديام سوايني اول سؤال زى تونيكا ميديا التونيكا ميديا أو البلات فيزلز بتتكون من الكولاجين او اا انترينا لعكشن توانيكا ميديا و التونيكا ميديا و التونيكا تونينيكا م مو بعض التونكا ميديا شئ من اليندوسوسيلي فالطوقة الأخيرة اللي هي الادفنتيشيا كان فيها مين؟ كان فيها الوفاZa Vazuram واللي هي عبرها اصلا عن كونكتاف تيشو فهو الوقتي بيسألني في السؤال بيقول لي ايه؟ بيقول لي التونيكا ميديا التونيكا ميديا دي اللي هي التانية اللي في النص كان فيها ايه؟ كان عبارة عن موصلز وإلاستيك فايبرز وأكسترنل إلاستيك لامنا يبقى الإجابة هنا الصحة تبقى C أكسترنل إلاستيك لامنا تمام جدا السؤال اللي بعده انا لو ظللت هتطر كل شوية انصح فخلينا مباشر نظلل هنمشي كده من غير تظليل السؤال التاني بقى بيقول لي التونيكا ادفنتيشيا off the blood vessels بتحتوي على ايه لسه يدينا هي التونيكا ادفنتيشيا كتبالي عن كونك تفتيش وفازا فازورا فبقى الاختيار هيبقى فازا فازورا عند ايه عند اليمفاتكس تمام السؤال اللي بعده سؤال تلاتة يبقى سؤال اتنين اجابته سؤال تلاتة بقى سؤال تلاتة بيقول لي التونيكا انتما off the arteries formed off التونيكا انتما اللي هي اول طبقة اللي هي الداخلية قلنا ان هي بتتكون من ايه اندوسيليم صب اندوسيليم internal elastic lamina فين في الاختيارات اللي احنا بنقول عليه دوا ايه لا ليه بقى عشان external elastic lamina e e l دي external elastic lamina فضيه غلط الاختيار اللي بعده هنلاقي فيه اندوسيليم صب اندوسيليم internal elastic camilla يبقى ده ده اللي اختيار الصح يبقى 3 بي السؤال اللي بعده التونيكا ادفينتيشيا thicker in arteries زان الفين التونيكا ادفينتيشيا ادخن في الارتري عن الفين احنا قلنا اه ان الوول بتاع الارتري ادخن من الفين تمام دي حاجة نثبتنها وقلنا ان التونيكا انتما والتونيكا ميديا ادخن في الارتري عن الفين ولكن الحاجة اللي كانت مميزة جدا وكننا لازم نعرفها ان التونيكا ادفينتيشيا ودي عكس الطبيعي رغم ان الوول بتاع الارتري ادخن من الوول بتاع الفين الى ان هي تبقى اسمك في الفين عن الارتري طب قلنا ازاي بقى هنلعرف نميزها ما احنا هنطلغبط قلنا ادفينتيشيا فيها في عاملة matching مع الفين بتاعت كلمة فين يبقى التونيكا ادفينتيشيا اكبر في الفين عن الارتري فلما يجي هو بقى يقول لي ان التونيكا ادفينتيشيا سكر في الارتري عن الفين هقوله الاجابة هنا غضب false تمام يبقى الاجابة السؤال 4 B بعد كده السؤال 5 التونيكا ميديا اف الارتريول فورميد اوف كلمة تونيكا ميديا اللي هي كانت في النص بتتكون من ايه بتتكون من سموس مصل اولي ولا الاستيك فايبر اولي ولا سموس مصل السؤال 6 التونيكا ادفينتيشيا اوف الارتريول فورميد اوف تونيكا ادفينتيشيا بتتكون من فايبرو بلاست مستسيل كولاجين ماكروفاج او اولف الزباب اولف الزباب تمام يبقى الاجابة 6 E السؤال اللي بعده بعد كده بيقول لي الانترنال الانترميديت الحاجة اللي في النص ما بين ايه ما بين الارتريول والكابلري دي بطلق عليها ايه ها كنا قلنا اني اصلا السيركوليشا ماشي ازاي تعالوا كده نقولها اول حاجة الهارت بتاعنا بيبمبل البلود لكل اجزاء الجسم بيخرج في الاورتة ومن الاورتة دي الاورتة دي large artery large artery هيخش على medium sized artery اصغر منه واللي هو سميته ايه muscular artery تمام بعد كده هيخش على small artery وبعد كده small artery هيصغر اكتر فسميه arteriول وبعد كده الارتريول ده ومن ثم ينتقل الدم ينتقل الاكسوجين للخلايا وثاني اكسيد الكربون يتحمل في الكابيري ويرجع الدم غير مؤكسج عن طريق الطريق الفين والسيركوليشن للهارت عن طريق الفينيول ثم الفينز تمام تمام جدا يبقى اصلا ايه هي الحاجة اللي في النص كده في اللي احنا قلنا ما بين الارتريول والكابيري المتارتريول يبقى الاجابة هتبقى بي سؤال 7 بي هركزوا 100 ارتريول عشان ايه عشان ممكن يلغبطنا فيها ويجيب 100 حاجة تعني هنشوف دلوقتي بعد كده السؤال اللي بعده سؤال 8 بيقول لي ايه اللي انا بسميه الديستربيوتينج ارتريول ايه اللي انا قلت بسميها الديستربيوتينج ارتريول لو اتخدوا بالكو احنا قلنا في حاجتين اللي هم كذا اسم ولازم نحفظهم من حاجات اللي لها كذا اسم لازم نحفظهم مهمة جدا تعالوا كده احنا قلنا ايه اللي كان اسمها ديستربيوتينج ارتريول ها يله شاطرين قولوا معاي تمام كنا احنا قلنا ان في حاجة اسمها ميديهم صايز أرتريول ايه موسكلر ارتريول طب انا احنا قلنا اصلا ترجع التسمية ليه لديستربيوتينج لان هي اصلا بتعمل distribution للبلط كل اجزاء الجسم. تمام? تمام. الحاجة التانية بقى اللي كان لها اسم تاني هي مين? هي الكوندوكتنج ارتريول. الكوندوكتنج ارتريول دي كانت الارتري كبيرة اللي بتعمل كوندوكشن للبلد وبتحتوي على كمية البلد كبيرة. كانت زي مين? قال لي اللي هي اسمها افساها زي مين? زي الاورتة. تمام? يبقى كده السؤال الرقم 8 هتبقى اجابته C والسؤال الرقم 9 هتبقى اجابته D والاسماء تحفظوها. تمام? كذا اسم عشان هو ممكن يجي يسأل عليهم عادي جدا. السؤال اللي بعده. اكبر عشان لو مش شايفين بس. السؤال اللي بعده. بيقول لي الميديا has fenestrated الوسط اللي فيه fenestrated elastic fibers. واكسباند بيتمدد اثناء السيستوليك. يعني ايه هي الميديا اللي فيها elastic fibers وهي مخرمة وكده. وبتاخد ايه اللي هو شكل القلب مسلا حصله انقباض وانبساط. فهي بتتمدد وتنبسط يعني ايه بتتمدد قوي وتنكبش قوي على حسب حالة ايه? حالة القلب. طيب كانت مين دي ايه? كانت large elastic arteriule. كانت large elastic arteriule. يبقى سؤال عشرة وموجودة بالنص في قلب الداتة وكنا اقيد لي انا هشرحينها. يبقى سؤال عشرة هتبقى D. تمام? بعد كده السؤال 11 بيقول لي الانتما has has subendothelial elastic fibers and fat. ايه هي? الانتما كانت موجودة في اني حتة كان موجود فيها فات. اصلا كلمة فات دي اصلا يعني سبكم ال elastic fibers ان دي كانت موجودة في كله. ماشي? طيب اني حتة اصلا كنا بنقول فيها فات وقرت لكم ان يف في الدوربلة وده عكس الطبيعي. ها? كانت في مين? كانت في الكورونmediيس ali �, كانت حاجة مميزة في الكورون Oprah. تمام؟ يبقى هنا 11 هتبقى الاجابة ايه? الكورونغ، بعد كده الكابيلري. هتكلم عن الكابيلري. الكابيلري هنا بتتكون من ايه? قلنا ان الكابيلري عندي فيها... بتتكون من ايه؟ بتتكون من تلات حاجات اساسية. اللي هي اندوسيليا سينا بيزا لامنا وبريسايد والبريسايد دي في اماكن منها اللي في اماكن الليمنا اللي بيزا لامنا اللي بيفصل ما بينها وما بين الإندوسيلي يختفي في هفاية تقدر تلمس في الحالة دي من تقدر تلمس الاندوسيليم سي والاندوسيليم والبريسايت قلنا الانتين ميزنقيمة الانورجن وقلنا كمان ان احنا عندنا اربع انواع من الكابيري اللي هي اول حاجة كنتينواز اللي هي ما فيهاش اي فتحات وكان اسمها التاني ايه كنتينواز كان اسمها التاني ثانية واحدة سوماتيك على انك بتعمل صبلايين مين كانت تبقى موجودة في مين قالك موجودة في المسلز النوع التاني كان اسمها ايه اول حاجة كنتينوازل بعدها تبقى في الستريتن في منها وزاوة دايفرام وفي واحدة وزاوة دايفرام تمام جدا بعد كده اللي كانت بعدها كان اسمها السينيسايدل تمام تمام يبقى هنا بقى بيقول لي سؤال 12 الكابيريز بتتكون من اندوسيليم بيزا اللامنة بريسايت اولف زباف تبقى اللي جابة دي اولف زباف بعد كده شوية تروفلس وعدنا نرجع لتاني امسي كيو بيقول لي الميديا ميديام سايزد ارتري هاز فيزل مش احنا قلنا ان الفلفز دي اصلا بتبقى موجودة بس في حالة الفين عشان خاطر الفين بيوصل الدم عكس اتجاه الجاذبية فبالتالي الدم هيرجع فربنا عامل له فلفز عشان انت تفضل ان الدم يمشي فيها ويوصل للهارت ويرجع له تاني طيب طيب ومش ليه مش موجودة في الارتري قلنا الارتري اصلا دم يمشي فيه اتجاه الجاذبية وكمان اصلا الارتري في الول بتاعه بيكون تركت نتيجة المصل الكتيرة الموجودة في الول بتاعه على عكس الموجودة في الفين وكما كنا قلنا ان احنا لو اطلقبطنا فيها هنلاقي ان ال V بتاعة الفالف بتماتش مع ال V بتاعة الفين تمام تمام جدا يبقى السؤال ده هتبقى اجابته غلط فلص سؤال رقم 14 ال medium sized vein هاز internal elastic lamina ال medium sized vein ركزوا vein اصلا ال vein الول بتاعه كان thin فبالتالي ما كانش فيه ولا internal ولا external elastic lamina كانوا الان اتنين مش موجودين فيه فالسؤال ده هتبقى الاجابةها غلط ليه عشان كلمة vein لو كان قال لي ان هي arthry فتمام بعد كده السؤال رقم 15 هي كانت في الارتري في التونيكا ادفنتيشيا حتى كمان قلنا ان الفازا فزورم قلنا ساعتها ان فيها كلمة طباخ السم بيدوقوا بمعنى ان دي عبارة عن تيني بلات فيزلس بتغزي بلات فيزلس ذات نفسها وكانت موجودة في التونيكا ادفنتيشيا او الاكستيرنا او الاخر كوت اللي هي الخارجية تمام فالسؤال ده هيبقى غالط عشان كلمة انتما لو كان قايدة ادفنتيشيا فكدت اقوله صح السؤال اللي بعده بيقول ان البريسايت انكولوس دي البيزل لامنة او في الاندوسيليم ايه الكلمة دي بس مش وقت مش بكاملة الاندوسيليم او ان هي بتتصل معاها ويتقرب منها وكمان ممكن تتصل في الاماكن بيختفي منها البيزل لامنة فالسؤال ده هتبقى اجابته بعد كده الفينستريتد وزاوة ديفراجم بريزينت ان رينال جروميولاي او احنا اصلا قلنا لما جينا تكلمنا عن الاربعة طايبس بتوع الكابيلاريز قلنا ان احنا لازم هنعرف فيهم ايه ان هي هدي حبارها عن ايه ايه هو هتيجي من الاسم وكمان هنعرف المكان اللي موجودة فيه لان هو لو هيجي اسألني هيسألني عن مكان اللي هي موجودة فيه فكانت الفينستريتد وزاوة ديفراجم دي كانت موجودة في الرينال جروميولاي تمام؟ اللي هي فين في الكيدني فاللجاة دي هتبقى صح طب بقى ماشي السينوسويدال كابيلاري هايز بريزايتس؟ السينوسويدال كان فيها بريزايتس؟ سمعك يا اللي بتقوله صح؟ غلط ليه انت لسه ايه للوقت ان اي كابيلاري عبارة عن ثلاث حاجات اساسية اللي هي اندوثيريا بيزا لامنة و بريزايتس؟ تمام؟ بس كانت النصيدة فيها إكسبشن ان هي مكانش فيها بريزايتس؟ طب ما كان موجود فيها ايه تاني؟ كان موجود فيها مكان بريزايتس؟ حاجة اسمها مايكروفاش و حاجات تانية بس هي مكانش فيها بريزايتس؟ و دي حاجة مميزة و مهمة لازم نكون عارفينة فالسؤال ده هتبقى اجابته فالس 18 فالس ندخل بقى شوية كمان بعد كابي يقول لي هنا ايه؟ هندخل شوية كمان بقى على ام سي كيو تمام؟ بيقول لي اول حاجة which of the following is not distributed between large veins and arteries؟ ايه هي الحاجة اللي بتميزني ما بين الارتري والفين؟ ها هنسي بقى ناخد كل اختيار منهم و نقول ان دي صح ولا غلط؟ فهو بيقول لي ايه؟ نوت نوت هو مش مميزة يعني اللي جابة دي غلط الكلام اللي انت هتقوله ده غلط فاحنا هنمشي الصح هنقول ده صح تمام ما فيش مشكلة فيه وهنجي عند الغلط ونختارها تمام؟ ركزوا ان فيه كلمة نوت اول واحدة الفين عندها فالف ولكن الارتري ما عندهاش فالف؟ ايه السؤال ده صح حتى احنا قلنا الفالف بتاعتها بتماتش مع الفين فاس اول اجابة صح فبالتالي دي منش اختيارنا بعد كده زي تونيكس ان فينز are not as clear يعني ان التونيكس اللي موجودة في حالة الفين ما هيش واضحة قوي زي اللي موجودة في حالة الارتري صح ليه؟ لان اصلا قلنا ان الوول بتاع الفين ارفع من الوول بتاع الارتري فبالتالي التونيكس بتاعته مش واضحة لان هي صغيرة جدا بعد كده بيقولني ان الوول بتاع الفين are thinner than عن الوول بتاع الارتري ايوة صح لان احنا نسألين ان الوول بتاع الفين thin وكمان اليوم بتاعه وايد على عكس الموجود في الارتري نفسه يقولي ان اليوم بتاع الفين غالط ده نسألين هو؟ ده نسألين هو ان اليوم بتاع الفين صغير رفيع واليوم بتاع واسع اوسع من الارتري فبالتالي في Youtube فهو بيقولي العكس بيقولي ان اليوم بتاع الفين اصغر من اليوم بتاع الارتري ده غالط فهلي لا هيبقى الاختيار بتاعنا يبقى هنا السؤال ده إجابته D تمام بعد كده هنختار السؤال اللي بعده What is A So far Which is A Intermediate between Arterial What is A إيه هي الحاجة اللي كانت في النصف مبينة Arterial Arterial إحنا سألناها فوق المت ايه مت Arterial مت Arterial هنختار يبقى لجابة D ركزه عشان كوحدك مت Arterial يعني مش مت Arterial ولا مت Arterial هي كتسمها مت Arterial طيب إحنا نتلغبت إحنا مش قلنا إن Arterial بيوسط لما كان أصغر منه يبقى أكيد المت Arterial مش هينفعيل جاء تاني Arterial لأن Arterial فوق كبير فهنا مت Arterial ممكن أن أصلا ما كانش في حاجة عنده اسمها مت Arterial فهنا الإجابة هتبقى D بعد كده السؤال اللي بعده 21 Which layer in an Arterial أي طبقة من Arterial كانت أنت بتسمي إيه أو بتطلق على اللي كان موجود في اللي كان موجود في التونيكا أنت كنت بسمي إيه كنت بسمي اندوسيليا فالإجابة هين هتبقى 22 C تمام جدا بعد كده Which of the following is the is a is a is a found is بشيالي موجود بقى إيه حاجة مميزة موجودة في مين موجودة في موجودة في موجودة في ثواء بقى هي كانت وزوية على حسب لو هي كانت وزوية 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 جروميولاي تمام اللي هي موجودة في الكدني طب السينوسويدل السينوسويدل دي كنت أنا مسك مهلكم بإيه السينوسويدل دي كانت فيها S فكنت أخيرها L فكنت بقول هاليفر كان الكامير فيها بيه فكنت بقول بومارو بأعكسها كأنها موجودة لتحت بومارو كنت وزوية بس الاندو كراينج لاند فهنا يبقى هي الجابة هنا C لأ لأن دي الأماكن المميزة للسينوسويدل كابلاري تمام السؤال اللي بعده بيقول لي طبقة بتاعة البلد وإحنا منشرح قلتلكم أن الطبقة اللي لها علاقة بوظيفة البلد اللي هو تبقى التونيكا ميديا ودي اللي بتمثل فيها وظيفة بلد غير وظيفة أن هو بيوصل الدم طبعا تمام يبقى اللي 24 إجابته بي السؤال اللي بعده بيقول لي ايه هي بتبقى مميزة ووضحة جدا لدرجة أن أنا لو شفتها تحت الميكروسكوب أقول دي كذا ليه لإني فيها واضحين وبرومنانت جدا كانت مين كانت الميديام سايز تارتري طيب ليه ما اخترتيش اللارج مع أن هي أكبر لا احنا قلنا ان في الميديام سايز دي كنت إليها الكوش الميديام سايز دي هي المكان اللي كان بيبقى في الانترن وإكسترن وإستكلام برومنانت على عكس اللارج ما كان بيبقى واضحين كان في مصار بيمر في الدم بيحصل في جاز ان هو الدم بيمر بخلاله ويحصل تبادل اللي هي المكان بيقعد في الدم شوية هو الكابلاري يبقى لإجابة ايه طبعا احنا عارفنا اصلا بعد عن دراسة حتى بعد كده كده كانت موجودة فيها في الإتريم والفنتريكل كانت مسؤولة عن نهاية تحس بالدستنشان بتاع الهارت ولو هو زاد حجم الدم الموجود فيه وتقوم جاي بعتها للمخ طب دي كانت اسمها ايه كانت اسمها أو الاسم التاني لها كانت تمام يبقى هنا الاجابة هتبقى دي طب ماشي ليه ما اخترتش الكيمور ريسيبتورز لان هي ما كانتش موجودة في الاتريم ولا طب البرو ريسيبتورز برضو ما كانتش موجودة في دا برضو يبا هي من المكان احنا اصلا كانت ناكلنا عن ريسيبتورز دي هي كانت بتحصل رفليكسات معينة وبالتالي وتقوم جاي وموصلها للمخ انه في اشارة في مكان معين وكان كل ريسيبتورز احنا كان عندنا تلاتة هما البرو ريسيبتورز دي وكان اسمها الهاي الهاي بلد بريجر وي الهي ريسيبتورز اللي هي كانت مسؤولة عن الو بلد بريجر ريسيبتورز والكيموريسيبتورز دي كانت مسؤولة عن ان هي تحس بتاع الاكسجين وكربون دايكسايد وكمان البي اتش بتاع البلد وغيره تمام وكان كل حدا منهم بنعرف مكانها يعني هي بتعمل ايه ونعرف مكانها تمام تمام جدا فهو بيقول لي اللي كانت موجودة في الاتريم والفنتريكل فانا هقول له الو بليم الاجابة هتبقى دي السؤال 28 والاخير بيقول لي ان البرو ريسيبتورز اللي هي كانت مسؤولة عن ايه لسه اللي فوق ان هي هاي بريجر ريسيبتورز طب دي موجودة فين قال لي ان دي موجودة في الاتريم والفنتريكل لا فدي غلط ليه لان كان موجودة في الاتريم والفنتريكل اللي هي الو بليم تمام والبلمونر اللي ما كانتش رجعنا على اهم الموقات ومن ثم كمان رجعنا على الاسئلة لو في اي حاجة بعتوا اسألوا لو مخصوصين تسألوا في التعليقات بعتوا في الفيدباك اي ان يكون يعني انا معاكم فما تقلقوش ربنا معاكم بالتوفيق وان شاء الله الهيستولوجي بسيط يعني وان شاء الله هكون معاكم في العمل ان شاء الله بالتوفيق يا شباب سلام في رعاية الله